معنا من نيويورك المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية جونتان واشتل سيد واشتل مرحبا بك معنا بيرنز يقول إنه يرى إمكانية لحدوث وقف إطلاق النار في غزة على ماذا بنى الرجل كل هذه الأمال برأيك؟ في الوقت الحالي علي القول إن هذه بمثابة أضغاث أحلام لأن الطرفين الرئيسين حماس وإسرائيل متنافران وهناك عدم تقدم في مسألة تبادل الرهائن والسجناء ليس هناك أي اتفاق يلوح في الأفق مع حماس وبالتالي المشكلة قائمة لن يكون هناك أي تحرك إلا إذا حدث هناك انفراج بين الطرفين لذلك من الجيد أن تبدل جهود من أجل إقناع الطرفين لإتخاذ مسار ما لكننا لم نصل إلى هذا وبالتالي هذا التفاؤل مبكر ومجرد أضغط أحلام كما قلت ولكن سيد واشت المصدر لسكاي نيوز عربية من حماس يقول بأنه قد تكون هناك هدنة خلال شهر رمضان لكن قد تكون هذه الهدنة غير معلنة هل هذا ممكن برأيك؟ كل شيء ممكن هنا بما في ذلك أن تكون إسرائيل قد استاءت من الوضع ورأت أن الوقت مر وذلك دون تحقيق أي شيء وبالتالي تقرر المضي قدما نوعا ما الوضع معقد جدا لكن الرهائن ما يزالون محتجزين وهناك من بينهم أمريكيون وهناك من قتل منهم والمشكلة هي أنه عندما تغيب الشفافية من حماس فإنه يصعب معرفة الوضع على مستوى عدد الرهائن من سيبادل إذا أطلقوا ولكن أيضا حتى الطرف الأمريكي بعض الأطراف تقول بأن نتنيهو هو الذي لديه مشكلة في هذه المفاوضات وليس حماس وحتى أن بيرنز تحدث عن وجود العديد من المسائل المعقدة خلال عملية التفاوض ما الذي يعقد هذه العملية برأيك؟ هناك أشياء عديدة تعقد المفاوضات أولا من الجانب الإسرائيلي في أي تبادل للرهائن والسجناء سيكون هناك أشخاص ملطخة أيديهم بالدماء في سجون الإسرائيلية ولذلك أولئك الذين قتلوا إسرائيليين يصعبوا على الحكومة الإسرائيلية أن تقنع الشعب الإسرائيلي بأنها ستطلق صراحهم في الوقت نفسه هناك من تعرض لفضعات من جانب الرهائن الإسرائيليين وهناك أيضا جنود إسرائيليون محتجزون هناك أيضا جثمين وجثة محتجزة لأشهر وبالتالي الوضع مروع وما كان ليكون كذلك حتى نصل إلى هذه المرحلة وهذه الرغبة توقع لحصول هدنة في غزة وتبادل السجناء والرهائن ولذلك نجد أنفسنا في وضع قد يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء وهذا رغم أننا نأمل في هدنة لكن ليس هناك ثقة بين الطرفين ولذلك الأمور تزداد صعوبة وكل جهد يبدل في التفاوض من جانب الفرق لإقناع الطرفين قبل رمضان هذا لم ينجح والآن دخل رمضان ولم تحدث لا هدنة ولا أي شيء والوضع ليس أحسن بما كان في السابق وإراقة الدماء قد تتواصل وحماس ترفض أن تقدم أي معلومات المضي قدما وعلى ذكرك سيد واتشل اسمح لي على المقاطعة على ذكرك لأن الدماء قد تستمر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يقول بأن بايدن لا يؤيد أي عملية عسكرية في رفح لا تحمي المدنيين ويقول أن الطريقة إلى السلام والاستقرار لا يكمن في اجتياح منطقة رفح هل نفهم بأن إدارة بايدن وضعت خطوط حمراء لهذه العملية وأن ثم تتحول في السياسة الأمريكية باتجاه هذه الحرب إذا رجعنا قليلا إلى الوراء سنجد عددا من المتغيرات أولا هناك الرئيس بايدن الذي سيواجه ترامب في انتخابات نوفمبر وبالتالي هناك انتكاسات تكبدها بايدن بسبب الدعم الكامل لإسرائيل وتأييدها في كل ما فعلته بعد مجزرة السابع من أكتوبر لذلك هناك هذا العنصر الذي يدخل إلى المعادلة وهناك عنصر آخر وهو أنه إذا تركنا جماعة حماس دون أن تمسى بقدراتها بأشخاصها وقادتها مثل السنوار والآخرين في غزة إذا تتركوا ليعيدوا تحشيد قواتهم ستتكرر مجزرة السابع من أكتوبر ما الذي نفعله إذن؟ والشيء الآخر هو ما الذي سيمثل الفلسطينيين من الآن فصاعدا بعد أن يطوى هذا الفصل المريع علينا أن نعرف أن هذا سيأخذ وقتا لأن هناك آلاما وفضاعات في كل الجانبين ولذلك يصعب أن نتخيل تعايشا في الأمد القريب هناك كثيرون قتلوا في السابع من أكتوبر وهناك من كان يؤمن بالتعايش وكان هناك عمال فلسطينيون يعملون في الحقول الإسرائيلية والآن كل هذا تغير لا بد من إتاحة الوقت لمصالحة وهذا سيأخذ وقتا حتى تندمل هذه الجروح وهناك آلام من الجانب الفلسطيني أيضا وهذا طبعا مفهوم بسبب عدد من قتلوا من الجانب الإسرائيلي في غزة ولذلك هذا ليس شيئا ننظر إليه بسهولة سيد واتشل أنت وصفت لي الوضع وأنا كنت أريد أن أسمع على الأقل وجهة النظر الأمريكية في هذه النقطة نتالياهو الآن يقول بأنه سيذهب إلى رفح وأن خطه الأحمر هو عدم تكرار السابع من أكتوبر في حال تحدى نتالياهو بايدن بالفعل ما الخيارات الأمريكية هنا؟ إدارة بايدن لها القدرة لتكبيد نتالياهو خسائر وآلام وخصوصا أن أمريكا لها حق الفيتو في مجلس الأمن تقدم المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل سنويا ولذلك يمكن لبايدن أن يمارس الضغط على نتالياهو وأيضا يمكن التوقع أن يقدم بايدن على اتخاذ موقف علني سياسي ضد نتالياهو ويقول له طفح الكيل وعليه أن يحتوي الوضع وبالتالي يدفعه إلى أن ينحشر في الزاوية في الأشهر المقبلة هذا ممكن أن يحدث وكذلك هناك مجتمع إسرائيلي مصدوم ولا يريد أن يرى تكراراً لما حدث في السابع من أكتوبر لذلك لدينا هذه المشكلة التي هي فيها جانب من الولايات المتحدة الأمريكية لكن فيها الجانب الميدان الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة الذين عاشوا الصدمات ولذلك هذا شيء حتى لو افترضنا بعض السيناريوهات بشأنه وتخيلنا أن أمريكا ستتدخل علينا أن نستحضر ما يقوله الإسرائيليون وسكان في غزة وكل شيء قد يحدث قد تقوم حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل مرة أخرى وإذا قام الإسرائيليون بتكبد هذه الدربات من حماس قد يكون هناك رد من إسرائيل شكراً جزيلاً لك سيد جونتان واشتل المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية